مشاهدين متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان أهلا بحضراتكم موضعنا في هذه التقطية مش جديد لكنه أمر بيتلقبت فيه كتير من الشباب المقبلين على الزواج بخصوص استخراج شهادة المقبلين على الزواج علشان كده في هذه التقطية هنستعرض مع حضراتكم مجموعة من المفاهيم اللي ضروري نصححها بخصوص استخدراج شهادة فحص المقبلين على الزواج فكشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج من مراكز وحدات الرعاية الأولية بالقاهرة والمحافظات تم ذلك من خلال التوجه لأقرب وحدة صحية من وحدات الفحص المقصصة المقبلين على الزواج تبعت الوزارة أنه لا يشترط التقيد بوجود الطرف الآخر أثناء الفحص ويجب التأكد من وجود بطاقة الرقم القومي الخاصة بالراغب في استخراج الشهادة وصورة الرقم القومي الخاصة بالطرف الآخر أضفت أيضا أنه بيتم دفع الرسوم المقررة 220 جنيه شاملة التحليل وطباعة الشهادة المؤمنة والحصول على إيصال الدفع من جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه يتم التوجه لغرفة المشهورة للاستفسار والتعرف على الخدمات المقدمة من خلال المبادرة استكمل أنه يجب التأكد من استلام كرت المتابعة والإحالة وكذلك أيضا كتاب التوعية الخاص بمبادرة فحص المقبلين على الزواج والتوجه لإجراء حزمة الفحوصات الطبية الخاصة بالمبادرة لبتتشمل الكشف عن الأمراض المعدية فيروس C وفيروس P وفيروس نقص المناعة البشري مرض السكر مرض ارتفاع ضغط الدم مرض السمنة بالإضافة إلى فصيلة الدم ومستوى الهيموجلوبين بالدم أضف أيضا أنه على الراغب في عمل الشهادة التوجه لغرفة تسجيل البيانات لتسجيل نتائج الفحوصات وملء استبيان الصحة النفسية والحرص على تسجيل رقم الهاتف بشكل صحيح حيث سيتم إرسالة رسالة نصية على رقم الهاتف الخاص بالراغب في عمل الشهادة للحضور لاستلام الشهادة مدوم بها نتائج التحليل خلال 14 يوم من تاريخ الفحص قال أيضا أنه يتم تسليم الشهادة مدوم بها نتائج التحليل لشخص نفسه أو من ينوب عنه بموجب توكير رسمي فقط في حالة الحاجة لمنقشة النتائج مع أحد مقدمي الخدمة الطبية يتم توجيه الشخص صاحب الشهادة إلى غرفة المشهورة الطبية داخل مركز الفحص لمناقشة الطبيب المختص عما عن منع نتائج فحوصات المقبيلين على الزواج من إتمام عملية الزواج في حالة وجود أمراض قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكات أن الوزارة دورها فقط الحفاظ على صحة وسلامة الأسرة المصرية بإجراء التحليل والفحوصات الطبية اللازمة لتقديم المشهورة الطبية في حالة الحاجة مع الحفاظ على الخصوصية لكل الطرفين كشف أيضا أنه تم إجراء الفحص الطبي لمية وعشرة ألف من راغيب الزواج تم إصدار 79 ألف شهادة طبية مؤمنة لراغيب الزواج مشيرا إلى الاستفادة الطبية والاجتماعية المتوقعة من تطبيق المبادرة على المدى القصير والطوي ومؤكدا أيضا على أهمية تلك المبادرة في الوصول لجيل خالم من الأمراض الوراثية والمعادية لكانت كل المعلومات الجديدة المتعلقة بشهادة المقبلين على الزواج نشكركم شكرا جزيلا على المتابعة ومتدرونا دوما في المزيد وإلى اللقاء شكرا 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 شكرا